صباح النور صباح الوارد صباح الفول الياسمين على كل متتبعي قناة نا بيوتي فيما كنتو كنقل لكم مرحبا بكم بفيديو جديد فيديو اليوم شاء الله غادي نهضر لكم على هادلا ماسك هادا ديالا مارك ايبولو داغم هادلا مارك هادي اللي كانت خالقة ضجة واحد الوقيته ما كينتش شي بنت ما استعملت المنتجات ديالها قاع اليوتيوبر هضرو علي سواء هاكا لماسك ديالهم او لقوماج عندهم حتر قوماج انا بصراحة ما كتبش انا نستعملو ديالوقيته ولكن نهار شريتو قتلكم غادي نجربو غادي نعطيكم رأيي فيه بكل صراحة وهات الشي اللي جيت ندير معاكم في فيديو اليوم غادي نشارك معاكم تجربتي معاه بكل شفافية بطبيعة الحال وغادي انفاجئكم بالمكونات ديال والبنات كنصحكم تتبعوا معي الفيديو حتى الاخر لانه غادي يهمكم وكمال عدا قبل مبدو فيديو اليوم اليك انتي اول مرة كتشاهدي قناتي كان اراد عليك تنضمي العائلة ديالنا سوى يوتيوب وذلك بالضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو سبسكرايب صابونا او الاشتراك منتصيش كذلك انك تفعلي خاصية الجرس باش يوصلك كل جديد انفو نحطو لايكاتش حاجة لي ضرورية ومهمة ما نوصلككم شربنا الدعمونا بلايكات ديالكم لمسألة ما غادي اخد منكم غير بضع ثواني ضغطي على زر الاعجاب عفوا وكملي معايا الفيديو حتى الاخر لانه غادي يهمك اذا سيبدو الفيديو ديالنا على بركة الله فكيف قلت لكم اليوم غادي نشارك معكم تجربتي مع دلامارك هادي ايفولودغ بالنسبة لها دلامارك هادي كتدير الماسك وكتدير حتى القوماج عندها بزاف ديالانواع ما كينش غير هادا ديال كونكومبر اللي اخديت انا كين ديال خيار كين ديال الغجيل كين ديال المشماش ديال الخوخ كين بزاف ديالانواع المهم انا فاش مشيت صراحة انو بلولا كنت بغان ناخد قوماج ما كونش بغى ماسك ولكن ما لقيتوش لقيت غير الماسك قلت ما فيها بس نجربه انا كنت بغى نجرب بالضبط هاد العمارك هادي لان كيف قلت لكم وحد لقيتها كانت خالقة ضجة ما كينش يوتيوبر ما كتستعملش ايفولودغم ما كينش بنت لي ما كتستعملوش وباقي الحد الان لانان انا سولت السيد فاش تقديت بالعندو قل يبي انه باقي خدام باقي كيخرج لي بزاف اذا كشي ايش كيجيبو خصوصا انو هاد الاماك هادي تمان ديالها رخيص فهاد الماسك هاد انا خديتو بربعة وعشرين درهم باش خديتو هاد اوه التمان دياله هو صنع فرنسي كيف كتشوفو معايا بالنسبة الحجم ديال وراك كبير في مية وخمسين امال ومدة صلاحية جيلو كتبدا من النهار فتحتو ب 12 شهر يعني وخكتشوفو لادات باقي بعيد وانتو محليتو كيدوز عندكم عام فقط صافي وما بقيتوش تستعمله اه بالنسبة طريقة تستعمل جيلو هذا كيف قيت لكم انا اللي خديت ماسك تبقي عنا البشارة الوجه اليالك بطبيعة الحال كتكون نقية كتي ايفيتي المنطقة المحيطة بالعينين كتخليه من 5-6 دقايق ما توطيهاش وممكن تستعملوه من مرة حتى الجوشت المرات في السيمانة مهم هم علامة قيلين بأنه كيعطيك واحد الإحساس اللي هو ناعم جدا كيرطب لك البشرات جالك وهو كيف كتشوفه معينة كاتبه راس واند فيزاج مهم كيف قلت لكم كيعطيكم واحد الإحساس ديال النعومة كينا عملكم بشرات جالكم أو كيعطيكم واحد لكلاك كتلاحظوا واحد الإشراقة من بعد ما كتستعملوا وهذا الشي اللي كاتبين في العبوة دياله وهذا الشي اللي قالوا أغلبية اليوتيوبور أغلبية البنات اللي استعملوا بالناسبة لتجربتي الشخصية معها كنقول لكم بأنه هاد الشي والو وكيف والو هاد الشي كامل غر هضرة زيدة مهم أنا ما كان كدبش دوك الناس ولكن عن تجربتي الشخصية مع طاني حتى شي حاجة ما لاحظ حتى شي نتيجة بالعكس انتم ما فاش كادروا البشرات جالكم ما كتحسوش بأنها ناعمة بالعكس كتحسوها بحالة ما عفتش كفاش نقول لكم بحالة نشفات بحالة حرشة بحالة أنا بصح فاش كنديرو كنحس بالبشرات ديالي باش كنكون نغسل بيها بحالة بحالة مجيرة بحالة حرشة معجبنيش صراحة نهائيا معني دائما كنوصيكم أنا كنديرو لي ماسك طبيعي وأنا بصراحة فاش كندير ماسك طبيعي الله يجعلك ما تخلط غير الرو زلمة وتديري الوجهك كي يعطيكو حي النتيجة اللي هي رائعة أي ماسك جربتو أنا شخصيا من اللي ماسك اللي حطت في القناة ديالي طبيعيين كي يعطوني واحد لكلة وكي يعطوني واحد النتيجة رائعة جدا لا مقارنة يعني لا مجال مقارنة مع هدا أنا إلا وريتو لكم أنا غالدي نفتحو نوريه لكم راه باقي عامر استعملتو شي مهم من أول مرة ما عطانيش ما عطانيش ما عجبنيش وما عدالي قلت لا نعطيه حقه ومصبر واحد شوية تقريبا جربت واحد ثلاثة اربعة المرات ما عجبنيش ومبعد قد كنديرو غير اليدية ونفس الشي كلاحظ بأنه بحالكي كينشفهم بحالكي مصد دا كل ما ولا دا كل رطوبة التي تكون فيهم ما كيعطيش دا كلفة زوين الحاجة اللي غادي نفاجعكم بها واللي غادي نصدمكم بها هو أنه ما في حتى شي حاجة دي نقرا في المكونت دياله كتفيد البشره بالعكس قدر البشره ولها لها فاجيت نقرا في المكونات ديال ولقيتو عامر بمشتقات البقاغبان فيه الميتي البقاغبان البيتي البقاغبان والبروب hobakap Entity pumping pumping alllik publish it كاريت حدا من جقي من ضمالية أنا و nig ر shad hvad انه غالبان ما كني تحط البشرات ديا لي احتشي حاجة حتى كنقلب عليها ونبحث عليها بزاف أنا غير إلا بغيت تقولوا هذك الضجة اللي كانت عليه ضربتني على الشعة وقلت خصني ولا بدا نجربه ما شفتش مكونات دياله ولكن فجيت وجربته ومعجبنيش مشيت نقرة في المكونات دياله ولقيته عامر بمشتقات بغابي دونك بنسبة لي هذا كيبقى بيك فلوب ما كنصحكمش أنا كن تجربوه نهائيا مشي حنتي ما نفعنيش وما لاقش لي وما عجبنيش ولكن حتي كيبقيت لكم غير مفيد للبشرة بالعكس كيضرها لأنه عامر بمشتقات البغابين أنا كنصحكم دائما أنكم تستعملوا ماسكات اللي هي كتكون طبيعية والله القاسم اللي بناتي لك تعطي نتيجة اللي هي رائعة سواء هذك اللحظة ولحتى على المدى البعيد اللي بقيتوا كتستمروا كتواضبوا على المنتجات الطبيعية والطبيعية اصلا ما كنش محسن منه كانت هذي الفيديو اليوم شاركت معكم تجربتي مع هذ الماسك هذا ديال ايفولودارم كانت منها تكون نادل اعجال ديالكم وتكونوا استفتوا معايا على امل انا يلقاكم ان شاء الله في فيديو جديد كنقول لكم ما تنسوش تابناه فلاشاين دالي بالضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو وما تنسوش كذلك انكم تفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد مني دعموني بلايكات ديالكم ما تنسوش بتعليق ديالكم كيف كان قوليكم دائما تهلا وفريسكم كان بغيكم بزاف بسلام عليكم اشتركوا في القناة